بعد محاولة تقنين ميليشيا الحوثي لما يسمى بالخمس لمن يدعون الانتماء للهاشمية ارتفعت أصوات اليمنيين الغاضبة رفضاً لفرز وتطيف المجتمع وتفاعلاً مع هذه الأصوات الرافضة لإعادة اليمنيين إلى قرون التخلف والعنصرية الحوثية نطقت رئاسة البرلمان وطرحت مشروع قانون لتجريم التمييز الطائفي والطبقي وقال بيان المجلس إن مشروع القانون سيتم طرحه على المجلس في أول اجتماع له يتساءل كثير من اليمنيين عن أسباب تأخر سن قانون يجرم التمييز والذي عانت منه البلاد منذ قرون عديدة خضعت فيها لهيمنة الإمامة الوافدة من خارج تاريخه وجغرافيته ظن البعض أن نصف قرن من إعلان الجمهورية غداة السادس والعشرين من سبتمبر كفيل بدفن تلك الخرافة التي قسمت اليمنيين إلى طبقات متفاوتة واعتمدت مبدأ لا مساوى معيارا للتفريق بين المواطنين غير أن الانقلاب الحوثي أعاد معه كل جرائم الكهنود تراهن ميليشيا الحوثي على قدرتها لفرض تشريعات تعزز من مكاسبها وتحكم قبضتها على رقاب اليمنيين متناسية كافة التضحيات التي قدمها اليمنيون في مواجهة أجدادهم تشير ردة الفعل الشعبية إلى أن اليمنيين لن يخرجوا من هذه الأزمة إلا وقد أسسوا لأرضية قانونية صلبة تجرم كافة أشكال التمييز عبر مواد دستورية تعاقب كل من يدعو للتمييز أو يتبنى أي فكر عنصري فشل الشرعية في إدارة ملف المعركة مع الحوثيين جعل المشهد يبدو على طرفين قيض ميليشيا في صنعاء تدعي الحق الإلهي في الحكم وتسن قوانين تمييزية بين اليمنيين وشرعية في الرياض تقول إنها تتبنى مبادئ مدنية للدولة لكنها بالمقابل لا تفعل شيئا لتحقيق ذلك ترجمة نانسي قنقر